في الفيديو ده حنعمل لعبة الارقام المتشابهة يعني لما بضغط على الرقمين المتشابهين لون البوتونز بيتغير بالشكل ده وبتعمل لهم يعني ما اقدرش اضغط على البوتون مرة تانية ولما بضغط على رقمين مختلفين لما بضغط على الرقم الاول بيتحول علامة استفهام بالشكل ده ولما اقدرش على الرقم تاني الرقم الاول بيرجع زي ما كان يعني علامة الاستفهام بتختفي ويرجع الرقم زي ما كان من الاول ولما بضغط على بي خليني ابدأ اللعبة من جديد دور جديد يعني وكمان بيغيرلي في الارقام عشان ما يبقاش نفس شكل الدور الاولاني هسيب لكم الاوامر في الديسكريبشن انا هنا بستخدم الكيفي والكيفي امي دي لعمل الوجهة ايه الفرق ما بين الكيفي والكيفي امي دي الكيفي البوتونز بتاعته والليبلز والعناصر بتاعته شكلها تقليدي ولكن الكيفي امي دي بتديني اه بوتونز وليبلز وعناصر شكلها اشيك واجمل يعني هعمل امي دي اب وده الكلاس اللي بستخدمه في عمل الوجهة ودول الاوامر اللي بيعملولي الوجهة وانا كاتب هنا باس عشان لسه محطتش اي اوامر في الوجهة طبعا الكلاس بسميه اي اسم ولكن لازم هنا الفونكشن دي تبقى اسمها ده لازم تتعمل ده اسم محجوز ولازم هنا بكتب امي دي اب لو عملنا حنلاقي ده شكل الوجهة طيب عايزين نغير مقاسي الوجهة ده من خلال الويندو هعمل لها وحقول ويندو دوت صعيز يساوي ربعمية وستمية وخمسين يعني انا عايز العرض بتاع الوجهة ربعمية والارتفاع بتاحها ستمية وخمسين عايز اخلي لوني الوجهة ده من خلال الكوماند ده بكتب هنا دارك او لايت لايت يعني ابيض ودارك يعني اسود طبعا لو لايت انا مش هكتب الكوماند اصلا لان كده كده الوجهة بتبقى بيضة لكن لو عايزها سودة بكتب الكوماند ده وبكتب دارك تعالوا نعمل هنلاقي الوجهة بالشكل ده طيب تعالوا نعمل مكونات الوجهة اول حاجة هسحب الصورة لملفات البرنامج بالشكل ده عشان اعمل مكونات الوجهة دي هستخدم نوع من انواع الاوت انا في عندي اكتر من نوع من انواع الاوت انا هستخدم البوكس الاوت ده بيرتب لي العناصر او هورزنتل يعني رأسي او افقي زي ما شايفين قدامنا كده وجوه البوكس الاوت هعمل الريلاتيف لاوت وجريد لاوت ريلاتيف لاوت للصورة وللبوتن اللي مكتوب عليه بلي اجين الريلاتيف لاوت ده باستخدمه ازاي بحدد مكان العنصر في الوجهة بان انا بكتب مكانه فين بالزبط يعني لو الوجهة مثلا مية في مية وكتبت العنصر عايزه عندي خمسين وخمسين هيحطه لي في النص بالمكان ده فانا بستخدم الريلاتيف لاوت عشان خاطر اقدر اتحكم في الصورة والبوتون واحطوهم في المكان اللي انا عايزه الجريد لاوت هستخدمه عشان حط فيها البوتونز دي طبعا اسهل طريقة في ترتيب البوتونز على شكل شبكة هي طريقة الجريد لاوت لانها بتعمل لي صفوف واعمدة وبتراتب لي البوتونز جوه الشبكة دي اللي انا عملتها يعني البوكس لاوت راتب لي الوجهة بالشكل ده حروح استخدم للبوتون وللاميج وحستخدم للبوتونز يعني دول عناصر للبوكس لاوت يعني بيترتيبوا على حسب ما أنا حقول له ده عايزه ولكن العناصر اللي جوه حيتابعوا طريقة الريلاتيف لي اوت والجريد لي اوت حعمل امبورت للبوكس لي اوت والريلاتيف لي اوت والجريد لي اوت تعالوا نعمل البوكس لي اوت حكتب اي متغير ماي بوكس مثلا يساوي بوكس لي اوت والوريانتيشن هو فيرتكال انا عايز الاتجاه فيرتكال وحعمل ريتيرن للماي بوكس تعالوا نعمل الريلاتيف لي اوت هعمل اي متغير يساوي الريلاتيف لي اوت وهحط جوه الامج حكتب اي متغير يساوي مثلا يساوي والصورس بتاعي هو الصورة اللي انا ضفتها هي اسمها كده لوجو ضد بي اني جي يعني ضفلي الامج دي للريلاتف لي اوت حعمل ايمبورت للامج يعني ضفلي للريلاتف لي اوت ده للبوكس لي اوت تعالوا نعمل تمام كده حنعمل البوتون وحنضيفه للريلاتف لي اوت حعمل ايمبورت للبوتون بتاعي الكيفي امي دي البوتون ممكن اضيفه بالكيفي او بالكيفي امي دي ولكن الكيفي امي دي بتضيف لي بوتونز اشكالها اجمل واشيك فحعمل ايمبورت للبوتون وده شكل من اشكال البوتون فيه ابتل من شكل بيدهوني الكيفي امي دي فانا ممكن اختار اي شكل منهم يعني فانا هختار الشكل ده والشكل ده يعني هختار الاتنين دول اللي انا هستخدمهم هستخدم واحد منهم للبوتون بتاع ال play again وهستخدم البوتون التاني للبوتونز اللي تحت اللي هي اللي في الجريد فحكتب reset button يساوي md round flat button وبعدين التكست بتاعه play again وهضيف ال reset button ده لrelative layout هكتب myrelative.add widget reset button تعالوا نعمل run تمام كده تعالوا نعمل ال grid layout هكتب my grid اي متغير ده طبعا يساوي grid layout يساوي اربعة يعني عدد الاعمدة اربعة لما بكتب له عدد الاعمدة بس او عدد الصفوف بس هو بيفهم على طول ان عدد الاعمدة يساوي عدد الصفوف يعني انا اقيل له هنا عدد الاعمدة اربعة فهو حيفهم على طول ان عدد الاعمدة اربعة وعدد الصفوف اربعة يعني لو كتبت هنا rose تساوي اربعة يعني عدد الصفوف هي اللي اربعة بس فحيفهم برضو ان الاعمدة برضو اربعة ولكن لو عايزهم الاثنين مختلفين بكتبهم الاثنين بكتب calls يساوي اربعة مثلا وروز تساوي تلاتة هعمل اي متغير my grid يساوي grid لأوت وكولز اربعة وحبدأ اعمل البوتونز انا هعمل بوتونز وهحطهم في list وبعدين هاخد البوتونز اللي في الليست دي وهحطهم في الجريد فحعمل اي متغير self.buttons in list يساوي والقوسين دول معناهم ان انا عامل list دول القوسين بتوع الليست الليست دي جواها ايه جواها امي دي raised button يعني جواها بوتونز والبوتونز دي for i in range 16 يعني عددهم 16 يعني ده شكل بوتونز جوا الليست ليه كتبت self هنا self دي اسم متعارف عليه بحطه قبل المتغير عشان اقدر استخدم المتغير ده برا الفونكشن اللي انا عامله فيها يعني عادي لو جيت في اي فونكشن تانية كتبت self.buttons underscore in underscore list هقدر استخدمه عادي وهيشتغل معي عادي جدا طيب هعمل list تانية فيها text اللي جوا البوتون ده حكت برضو ايه متغير ويساوي دي list تانية هيه str i في المية تمانية for i in range 16 ده بيعمل لي text اللي جوا البوتونز عدد text دي 16 نفس عدد البوتونز str يعني حول لي الارقام اللي جوا البوتونز دي لتكست يعني طب ايه هي i في المية تمانية دي تمانية يعني عايز الارقام اللي في الليست هتبقى من زيرو الى سبعة في المية تمانية دي تشير الى i يعني انا بقوله ال i هيبقى من زيرو الى سبعة دلوقتي حضيف البوتونز اللي في الليست للجريد for card card ده ايه متغير يعني card ده in list الليست الاولانية دي اعمل ايه بقى ضيف الكارد ده للجريد يعني اضف لي البوتون للجريد يعني for card in list for دي loop يعني الكارد اول مرة حيبقى اول بوتون تاني مرة حيبقى تاني بوتون تالي مرة حيبقى تالت بوتون طيب البوتونز دي هعمل لها ايه حضيف البوتون دي للجريد اللي انا عاملها يعني كل مرة حضيف البوتون للجريد بنفس الترتيب اللي موجود في الليست وحضيف الجريد لقاوت للبوكس لقاوت mybox.add ودجت mygrid حنلاقي في error هنا على ال md rest button لاني لازم يبقى فيه جنبه قسين البوتون لما بعمله لازم بحط جنبه قسين وبحط فيهم التفاصيل بتاعت البوتون ده التكست بتاعه ايه الحاجات دي يعني طيب تعالوا نزبط شكل الوجهة يعني تعالوا الجريد مثلا نخلي ال spacing 10 وال badding 10 ال spacing دي المسافة البينية ما بين البوتونز البادينج هي المسافة الجانبية اللي هي بتبقى حوالين البوتونز من الجنبين بالشكل ده طيب نكبر البوتونز هنكتب size underscore hint 3 من 10 و 2 من 10 يعني عايز العرض بتاع البوتون يبقى 30% من عرض الوجهة والارتفاع بتاعه يبقى قد 20% من الارتفاع بتاع الوجهة نروح لل reset button وهعمل له pause يساوي 110 و 10 يعني عايز مكانه يبقى عند 110 و 10 size underscore hint يعني حجمه هيبقى كام هخليه 55 من 101 و 1 من 10 والفونت size بتاعه 32 يعني حجم الخط اللي جواه هيبقى 32 طبعا الارقام اللي انا كاتبها دي مش من اول مرة كتبتها كده وطلعت مزبوطة انا باعد اكتب واجرب اكتب واجرب وغير وكبر وقلل وهكذا يعني الريلاتف هنخليها تاخد حجم معين هخليها ايه هكتب size underscore hint 4 من 10 و 5 من 10 يعني حجمتها في الحجم بتاعها نغير مكان الصورة بوزيو ساوي 110 و 20 انا شايف كده مناسب عايزين نضيف التكست للبوتونز وكمان نكبر الخط نخليه 32 font size 32 تمام كده هو هنا اهو الارقام من 0 7 عشان احنا كاتبين 8 وكررهم مرتين على قد عدد البوتونز اللي هم 16 هعمل الاستفادية عشان لما اضغط على الرقمين الرقمين دول حيتسجلوا في الليست دي يتحطوا في الليست دي عشان اعرف اقارنهم ببعض الليست دي حسميها اي اسم self.mylist يساوي وقسين فضين هقول للكارد اللي هو البوتون ما الكارد ده بيشير الى البوتون لما اضغط عليك نفذ الفانكشن دي الفانكشن دي اللي لسه هعملها يعني دي الفانكشن بقوله لما اضغط على البوتون اعمل ايه التكست اللي في الكارد يعني التكست بتاع البوتون ديفولي يعني التكست بتاع البوتون ضيفولي للليست الفاضية اللي انا عملتها حلق ايه هنا بيقول لي مين الكارد ده لاني لازم اكتب قبله طب ما انا اصلا الكارد ده هناك مش كاتب قبله بلازم اكتب قبله هناك لو عملت كده حلق البرنامج بيجيب لي ليه لان الكارد ده عبارة عن جوه لوب ما ينفعش اكتب قبله سيلف الحل ان انا استخدم بدل السيلف دي بيستخدم حاجة اسمها انستانس دي بتعود على البوتون مجرد ما بكتب هنا انستانس هو بيروح يشوف الفانكشن دي اسمها مكتوب فين في الضغط على البوتون فبيبقى الانستانس ده بيعود على البوتون وحنعمل لست تانية فاضية يعني لما اضغط على البوتون البوتون نفسه حيتحط في الليست دي والتيكست اللي جواها حيتحط في الليست دي وبقوله لو عدد البوتونز اللي في الليست دي اقل من اتنين خلي التكست علامة استفهام يعني اول رقم هدوس عليه حيبقى علامة استفهام والتيكست اللي جواه حيتحط في الليست ولما اضغط على تاني بوتون ويتحقق الشرط ان عدد البوتونز اتنين في الحالة دي حينفز الفونكشن اللي اسمها check ودي بتعمل check للرقمين بتشوفهم ان كانوا متساويين ولا مش متساويين دي الفونكشن اللي check def check match طبعا ده اي اسم يعني انا كتبه وما بين قسين self وبقوله لو الرقم الاولاني اللي في my list ده يساوي الرقم التاني اللي في my list دول الرقمين اللي احنا خزناهم اللي هما موجودين في البوتونز لو كانوا متساويين اعمل ايه حتروح للبوتونز كلها اللي في اللي هي ال open card وحتعمل disable card وكمان حتفضيلي اللي هي my list والlist اللي هي ال open card طيب لو كانوا الرقمين مش متساويين اعمل ايه خلي التكست بتاع البوتون الاولاني يساوي التكست اللي موجود في my list الاولاني يعني رجعه لوضعه الاساسي وكمان تفضيلي الاثنين list قوله قبل ما تروح تنفذ الفونكشن متاعة اللي تشك ماتش دي خلي التكست اللي في اللت اللي هي ال open card يساوي او قيمته تبقى هي هي اللي في my list zero ايه اللي فاضل عندي انا عايز ال reset button يعيد لي اللعبة من جديد فحقول ال reset button لما اضغط عليك نفذ الفونكشن اللي اسمها play again دي function انا هعملها الفونكشن دي self و instance دي بتعمل ايه هتلغي ال disable اللي انا عملته على buttons انا في buttons معمول لها disable هتلغيه كده تمام بس مشكلة ان اللعبة سهلة لان زرار ال reset ده كل اللي هيعمله انه هيلغي ال disable اللي على buttons ولكن الارقام هي هي يعني انا كل مرة هلعب اللعبة هلعبها بنفس الارقام وكمان الارقام مترتبة zero one two three مترتبين دي كمان مشكلة تانية فتعالوا الاول نخلي الارقام تبقى عشوائية ما تبقاش مترتبة zero one two three لغاية سبعة ده من خلال ال random ودي بتختار لي ارقام عشوائية من الليست هقول للراندم اختاري ارقام عشوائية من الليست الليست دي اللي انا عملها اللي فيها تيكست بتاعت البوتونز فحقول له self.newtics ده ايه متغير يساوي random.choice يعني اختار ارقام عشوائية من الليست اتنين دي والcard.tics خليه بقى قيمته هو self.newtics يعني الnewtics ده بياخد ارقام عشوائية من الليست اتنين والارقام العشوائية دي اديها للتيكست بتاع الكارد بتاع البوتون تعالوا نعمل run حنلاقي الارقام اطلق بطئ تمام بس برضو لسا اللعبة سهلة ليه لان انا كل مرة بعمل reset بتبقى نفس الارقام هي 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 اه عشوائية بس هي هي برضو انا عايز الارقام نفسها تتغير فهعمل function هسميها update. دي بتعمل update للتيكست بتخليها عشوائية. هياخد الاكواد دي كوبي وهعمل لها paste في function. وهروح لل function بتاعة البلاي اجين وهقول له نفذ function دي. هيخليه يستبدل الارقام بارقام تاني. هقول له نفذ function دي بعد زيرو ثانية. زيرو يعني مش هيستنى مجرب ما دوسه البوتون هيعمل اه الفونكشن على طول او هينفذها على طول. تتكولوك دوتة شديول وانس. سيلف دوت ابديت. بوتون تيكست وزيرو. نعمل ايمبورت للكولوك. اشتركوا في القناة